الإدارة في منهج الإسلام قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم مبادئ السلوك الإداري في منهج الإسلام التنظيم الإداري في منهج الإسلام يهدف إلى تحقيق هدف شرعي وتتسع صفة الهدف الشرعي فتشمل كل مصلحة تتمشى مع مقاصد التشريع في قلب المنافع والدفع المضار إن الإدارة في منهج الإسلام تطبيق للمبادئ الأساسية في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وفيما يلي أمثيل المبادئ السلوك الإداري في منهج الإسلام المبدأ الأول مبدأ الطاعة قال تعالى في سورة النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله صلى الله عليه وسلم على المرء السمعي والطاعة فيما أحبه وكرهه إلا أن يؤمر بمعصيه فلا سمع ولا طاعة المبدأ الثاني مبدأ العدل العدل الذي يتطلبه منهج الإسلام في الوالي أو القايد هو العدل الشامل العام الذي يشمل الناس جميعا قال تعالى في سورة النساء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به وقوله تعالى في سورة النساء أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدان والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواة أن تعدلوا ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ويقول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يقرمنكم شنآنا قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والوالي العادل أحب الخلق إلى الله تعالى يقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إلى الله إماما عادل والوالي العادل مع السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل كما ورد الحديث المبدأ الثالث مبدأ الشورى الشورى مبدأ أساسي من مبادئ نظام الإدارة في الإسلام قال تعالى في سورة العمران فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر يقرر الله سبحانه وتعالى مبدأ الشورى ويلزم به القيادة الإسلامية ومعها الوحية المتتابعة الذي ينزل عليه بكلمات وقزيات الرسالة الخاتمة إن خير وسيلة تربية القيادة الرشدة هو مبدأ الشورى لأنه تدريب على حملة تبعية وقد تقطع المشورى في تقديراتها ولكن عن طريقها تتعرف كيف تصحح الأخطاء وكيف تتحمل القيادة تبعات رأيها يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الميدة فذا أنت وربك وقاتل إنها هنا قاعدين على لسان بني إسرائيل ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن استشار أصحابه في فتح مكة قال له سيد المعاذ يا رسول الله كأنك تريدنا مع شر الأنساء فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أجل فقال إن قد آملنا بك وتبعناك فامضي بنا لما أمرك الله فالذي بعثك بحق له استعرضت بنا هذا البحر لأخوضناه معك ما تخلم من رجل واحد عندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمضي على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع القوم كما يقول الله سبحانه وتعالى وأمره مشهورة بينه المبدأ الرابع مبدأ العلاقات الإنسانية التنظيم الإداري يراعي العلاقات الإنسانية المتمثلة في الرحمة والليل والعفو قال تعالى في سورة أعلى عمران تبع رحمة من الله اللي انت لهم فضوا من حولك وقوله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين إخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقوله تعالى في سورة البقرة فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة المبدأ الخامس مبدأ الوسطية والاعتدال القيادة الإدارية التي طالب إسلام بتنصيبه هي قيادة سوية معتدلة فلا تكون متصل تفضى وفق الاتجاه المتطرف في الفكرة الإداري العملي ولا هي قيادة متراقية غير مبالية وفق الاتجاه المتطرف في الفكرة الإداري الإنساني بل نجدها وسطا بين هذا وذاك قال تعالى في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله تعالى في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عمقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا المبدأ السادس مبدأ المسؤولية في النظام الإداري أساس شرعية قوله تعالى في سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله تعالى في سورة الطور كل مرئن بما كسب رهين وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث المبدأ السابع مبدأ القدوة الحسنة القائد ذو القدوة الحسنة يجعل أتباعهم الرؤسي يختدون به في نشاطه في التفانيه في عمله في مكارم أخلاقه وبذلك يكون العمل الذي يقومون به عملا ناجحا متميزا ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لأتباعه والمؤمنين به وسارى ولاتهم ومن كان يستعين بهم أو يستعملهم في مجال القيادة على شكلته ولذلك قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرقو الله واليوم الآخر سورة العزاب